منذ نهاية شهر سبتمبر المنصرم بدأت أشغال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أين تم طيلة الأيام الماضية الاستماع ومناقشة العديد من العروض المقترحات والقوانين المتعلقة بالعديد من القطاعات بهدف النهوض بها والتحسين منها بعد افتتاح الدورة البرلمانية من طرف الحكومة الوزير الأول والتقم الحكومي كان هناك اجتماع لغرفتي البرلمان لسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني سيد براهيم بوغالي وسيد رئيس المجلس الأمة المجاهد صالح بوجيل جاء افتتاح الدورة البرلمانية في سياق انتخابات رئاسية أبنت عن وعي الشعب الجزائري بكل متغيرات الإقليمية والدولية مقترحات وقوانين جديدة نوقشة أخرى ستناقش في قادم الأيام مشاريع مست العديد من القطاعات لعل أبرزها قانون المالية 2025 الذي تمت دراسته المصدقة عليه في مجلس الوزراء ليتم إثراؤه بعدها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني مع قوانين التعلق بالنظام الجزائي القانون التجاري الأنشطة المنجمية النشاط الجماعوي الأحزاب السياسية وقانون البلدية الولاية وغيرها اكتست هذه الدورة البرلمانية بعدة مشاريع قوانين منها مشروع قانون الإجراءات الجزائية وكذلك مشروع طرقية ذوية احتاجة الخاصة وطرقية مؤدماجهم في المجتمع وكذلك قانون نفايات هذه الدورة مليئة بمشاريع القوانين التي سوف توضع لدى المشعب الوطني منها قانون الأساسي وهو قانون ماني سنة 2025 الذي تم دراسته المصادقة عليه في المسل وزراء وهو الآن بين أيدي المشعب الوطني للإثراء النقاش وهو قانون لمصلحة الشعب الجزائري وتم إثراءه وإن شاء الله سوف يتم المناقشة أمام البرلمان دورة برلمانية علجت فيها العديد من المواضيع الراهنة في انتظار الفصل فيها خدمة للمواطن الجزائري والصالح العام دورة أبانت عن العديد من المؤشرات التي تجعل منها ناجحة بامتياز في انتظار تجسيدها على أرض الواقع